جيل 2007 اليوم حستنا الحصة الثالثة ورح يتعلم فيها أنواع الجمل والأسئلة باللغة الإنجليزية تتوقعوا كم نوع من أنواع الجمل باللغة الإنجليزية وكم نوع النوع الأسئلة كمان باللغة الإنجليزية تمام؟ يلا فكروا شوي هيكا خذوا لكم ثواني كم جملة عننا احنا رح تقول لي أستاذ بالحصة الأولى أنت عطيتنا Subject Verb Compliment وتحديتنا وعملت لنا قصة ولا آخره بقول لك هذه الجملة جملة بسيطة تمام؟ جملة بسيطة فيها فاعل وفعل تمام؟ ولكن إذا بدعم الجملة مع جملة مع جملة أركب محادثة أكتب فقرة أكتب مقالة فبدي أركب جمل عبار تمام؟ فكلمة ركب تعطينا شو؟ تعطينا أنه في جمل مركبة وفي أيضا جملة أخيرة رح نحكي فيها قنا نشوفها طيب في البداية ما هي أنواع الجمل باللغة الإنجليزية؟ أول نوع The Simple Sentence أوكي The Simple Sentence رطيكم هيك قائرة لفظ بسيطة على الهامش تمام؟ أي كلمة تنتهي بأي أل أو أل إي أو إي أل تمام؟ نضع ضم الحرف اللي قبلها خلنا نشوف هذه الكليبات عنا كلمة أنا وعنا كلمة سم وعنا كلمة لم تمام؟ نكملها نقرأها الأولى بنقرأها أنيمل بسيطة لفظة آنيمل تمام؟ وSimple كسرة ضمة لا فتحة ضمة وتصير level مش level وإذا مش متأكدين من هذا الحكي حكنا لكم بالفيديو الأول في الدرس الأول ادخلوا على تطبيق اسمه Reversal Context لما كنا نشرح كيف نتعلم كلمات ادخلوا ونزلوا هذا التطبيق وشوفوا وتأكدوا هل كلمة simple هيك لفظها ولا simple animal ولا animal level ولا level تفقنا؟ أوكي هذه بالنسبة ل The Simple Sentence الجملة البسيطة هي الجملة التي تحتوي على Subject Verb Complement هذا أخذناها بإيش؟ بالفيديو الأول طيب في عنا النوع الثاني Compound Sentence شعني Compound ونعتم مركبة جملة مركبة ما هي الجملة المركبة؟ كيف ننشئها؟ ننشئها من جملتين بسيطتين في عندي Subject Verb Complement وهنا في عنا بجهة الثاني Subject Verb Complement هي باختصار زيك أنه هذه جملة بسيطة وهذه جملة بسيطة تركبها مع بعض تمام؟ شو بحاجة بحاجة إيش؟ بحاجة رابط هذا الرابط إن إنجليش يسمى أدوات رابط ويسمى Conjunction هنا Conjunction ما نعطي أدوات رابط مثال أستاذ عندي And عندي But عندي So عندي For عندي Or تمام؟ في الكثير من الكونجنش تقدر تربط جملة بجملة مثال I like منصف تمام؟ I hate coffee يعني أنا بحب المنصف وبكره إيش؟ القهوة شو ممكن أعمل؟ ممكن أربط الجملتين مع بعض بيقول لك I like منصف But I hate coffee تمام؟ اتفقنا؟ أوكي هاي بالنسبة لشو؟ بالنسبة لـ Compound Sentence Complic Sentence جملة معقدة الجملة المعقدة هي الجملة التي نستخدم فيها جمل موصولة جمل جمل موصولة وهذه الجمل الموصولة تسمى Relative Relative Closes Relative Closes يعني عبارة عن جمل أو أشباه جمل متصلة ببعضها زي عقد الألماس وتكون Relative لفاعل واحد تمام؟ نستخدم فيها Who Whom Which That Who Is Where When Why تمام؟ هذه هي الأدوات تمام؟ مثال نقول لك متذكر الرجال اللي كان واقف مبارح جنب العمارة اللي سيارته حمرى بأم كشف ومرته طويلة وشو خلنا نقول كانت لابسي أخضر وابنه اسمه زيب بدرس بجو أكاديمي رح يقول لك رح تقول لي آه بيقول لك هذا عمي مثلا تمام؟ هلو كم جملة ترجع لعمي الكثير من الجمل الجمل الأولى كان واقف جنب العمارة عنده سيارة حمرى كشف مرته طويلة لابسه فستان أخضر وابنهم اسمه زيب بدرسه بجو أكاديمي جمل كثيرة تمام؟ تتابع لمين؟ تتابع لفاعل واحد اتفقنا؟ هي اسمها relative closes ها رح نأخذها ان شاء الله بالوحدة الرابعة بإذن الله تمام؟ أوكي أنواع الجمل باللغة الإنجليزية في أن هو ذات ويتش هو وير وين واي هايزة ما حكينا عن إيش عن الجمل المعقدة رح نستخدمهم بالوحدة الرابعة نيجي عن نواع الأسئلة باللغة الإنجليزية شو يعني يس أور نو كوستشن دابليو أتي كوستشن احنا تعلمناها بالمدرسة يس أور نو كوستشن ودابليو أتي كوستشن ولكن مش بس هدول في أنه كمان تمام؟ نقيم أنواع الأسئلة تمام؟ يس أور نو كوستشن وهو السؤال الذي يكون إجابة يس أور نو تمام؟ دابليو أتي كوستشن هو السؤال الذي يبدأ بكلمة يكون بدايتها دابليو أتي وتعتبر كمان هاو من الدابليو أتي تمام؟ أنه إن دارتي كوستشن وأنه تاقي كوستشن تاقي كوستشن محذوف من الوحدات الخامسة الخامسة والثامنة ولكن مش غلط نعطيكم هي وهو كمان سؤال حلو يس أور نو كوستشن سؤال نعم ولا هو السؤال الذي تكون إجابته بنعم أو لا كيف نكتبه؟ نكتبه عادي طبيعي عنا سبجيكت فرب كمبليمنت كيف بنفي كيف بنفي بجيب الفعل المساعد في البداية تمام؟ وإيش بعمل؟ بقلبه مع الفعل بكل فعل هون وعندي إيش؟ وعندي فعل مساعد مثال هي إيز بلايينج تانس يا سلام هذه الجملة طيب إذا بدي أعمل سؤال بعمل عملية هالقلب شايفين هذا الفعل المساعد بحطه في بداية الجملة بعمل إيز وبجيب الهي بحط إيز هي بلايينج تانس موضوع ما له بسيط كثير بحط علامة سؤال أوكي إذن helping verb هايو subject هايو سوري الverb هايو تمام؟ والتنس أو خلنا نقول تنس هي compliment هل ستقول لي أستاذ ما هو إيز فعل بحكي لك آه أخذنا بالدرس الأول بالفيديو الأول إنه إيز تستخدم لإعطاء زمن ولكن البيعط الحدث هو شو؟ هو الفعل play وضحت هذه الطريقة الأولى لعمل الأسئلة طيب الطريقة الثانية آه في عندنا سؤال حلو كثير is أو she is studying English حلو هاي كمان مثال is she studying English يا سلام هي أن مثال ثاني يؤكد على كلامنا شعملنا فقط حطينا is في البداية وقلبنا مع الفعل هذه هي أسهل طريقة ممكنة أن نقدر نعمل سؤال لمين لا أي جملة وتكون إجابة yes or no هل نقول في إجابات دفقنا ولكن يتغير الفعل المساعد حسب الزمن وهذا إن شاء الله رح نأخذه لما نحكي عن أزمنة الأفعال أوكي نروح وين على WH question هو سؤال يبدأ بكلمة زي إيش زي what when where هاي لاحظوا هاي الكلمات تبدأ ب WH وكمان حطوا how 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 far how deep how long كل هذول حطوهم كمان من خلال WH طيب نبدأ بإيش نبدأ بكلمة WH نفس النظام ب yes or no question helping verb ببداية subject و verb ولكن compliment يجب أن يحدث تمام هس رح أقول كيف طيب هلا هون السؤال she is playing or studying english هس هس بتسأل شو قاعد بتدرس شو الجواب english تمام شو أقول هون بعمل عمية قلب بداية شو بعمل what is she studying شو قاعد بتدرس هذا compliment شو بعمل فيه بمسح بحط علامة سؤال شو جواب english تمام وهذه الكلمات عنها what when which where why who and how وفيه كلمات كثيرة كمان انتفقنا إذن yes or no question بعمل عملية تقلب بين الفعل المساعد والفاعل ومر تمام والإجابة yes or no تمام ولكن الفعل المساعد بيكون حسب زمن الجملة من 12 زمن بالwh نفس الطريقة ولكن بحث في الإجابة اللي هي ايش اللي هي compliment طيب وبالنسبة للسؤال الغير مباشر رح نأخذه إن شاء الله بالوحدة السابعة indirect question رح يكون شو رح يكون introductory sentence هي جملة تقديمية بحط wh او if او خلنا نقول weather تمام تمام حسب إذا كان السؤال إذا كان السؤال اللي بدي أنقله أو بدي أحكيه بطريقة ال indirect question yes or no استخدم if او weather إذا كان السؤال wh question بحط ايش بحط wh word الكلمة اللي أنا موجودة عندي بالسؤال أوكي وهون شو بعمل عندي positive negative تمام شي يعني جملة مثبتي أو منفية هس رح نشوف بهذا المثال طيب هنا السؤال بيقول can you tell me وهنا could you tell me هنا if or whether the market is closing لاحظوا هنا is المفروض وين تكون قبل the market ولكن بال indirect question بال indirect question عملية القلب شو بنعمل فيها منرجحها منخلي الجملة طبيعية طيب وهنا where can I where I can sit تمام وضحك إذن بال indirect question نبدأ بالجملة التقديمية إذا كان هنا yes or no yes or no question هنا إذا كان فيها الwh question إذا كان yes or no نحط if or whether وإذا كان wh بنحط الكلمة التي تبدأ بwh وبنفس الوقت لازم يكون فاهم أنه بالأسئلة بيس or no أو wh بعمل عملية القلب بين الفاعل والفعل ولكن هون برجع عملية القلب كما هي كأنه جملة عادية تفوقنا و آخر شي في أن tag question يأتي في نهاية الجملة ويكون بمعنى أليس كذلك بغض النظر عن شو بغض النظر عن زمن الجملة تمام بيكون معناته أيش معناته أليس كذلك طيب هون شو بنعمل بنشتغل على جملتين الجملة الأولى she can speak English هي تستطيع أن تتكلم اللغة الإنجليزية بدأ أقول أليس كذلك شوفوا شو بعمل هذا الفعل مثبت تمام بدي أحوله لفعل ما له منفي وأضع أيش أضع الضمير بعد الفعل ليش لأنه عملنا عملية قلب أوكي هذا هو الضمير can't she she can speak English can't she تمام هي بتقدر تحكي نديزي أليس كذلك تمام أوكي طب إذا كانت الجملة منفية هذا الفعل ما له منفي شو بعمل بحطه مثبت أوكي وبحط أيش الضمير ما بعد أيش الفعل المساعد you haven't finished yet have you أنت ما خلصت بعدك صح هل خلصت معناته أليس كذلك وضحت الصورة هاي اسمها tag question إذن أخذنا أنواع الجمل شو هي simple sentence compound sentence complex sentence simple sentence جملة بسيطة subject verb complement تمام وهي الجملة التي تحتوي عفاعل وفعل تمام بغض النظر عن تكمله لأنه إحنا حكينا عن تكملات الجملة وليش نستخدمها وشو أهميتها نحدد جملة فعلية اسمية ظرفية شبه جملة جار ومجرور إلى آخر تمام وعند compound sentence هي جملتين بسيطتين بينهما conjunction أعطينا مثال عليها I like منصف but I hate coffee تمام بحب المنصف بس بكره ولكن أكره القهوة تفقنا طيب فجملة الكمplex اللي هي جملة معقدة هي عبارة مش أنه معقدة صعبة نو هي معقدة من سلسلة جمل أو أشباه جمل وراء بعض بتكون relative بتكون قريبة أو مرتبطة بفاعل واحد تمام وهنا نستخدم relative closes ونستخدم who would who whom which that who's where when why تمام رح نأخذها بالوحدة الرابعة إن شاء الله طيب هاي بالنسبة إيش بالنسبة الجمل بالنسبة للأسئلة فيها yes or no question WH question yes or no عملي يتقلب WH عملي يتقلب ثنتين مع بعض نفس الطريقة ولكن مفرق بيناتهم إنه هاي منحط الفاعل خلنا نقول أو الفعل تمام عادي مباشرة معنا أي مشاكل بس نقلب الفاعل مع الفاعل بالyes or no question ولكن بالWH question نحط كلمة WH ولكن منلغي إيش الكمبيوت اللي إحنا أصلا نستطيع عنه اتفقنا أوكي بالجملة وهي السؤال أو سوري السؤال ما له السؤال الغير مباشر شو منعمل نحط if أو whether إذا كان yes or no question وكلمة W إذا كان W ومنعمل عمية القلب منرجحها كما هي والتاقي question إذا كانت جملة مثبتة فمننفي ومنحط الضمير بعد الفعل المساعد وإذا كانت الجملة منفية منثبت ومنحط الضمير بعد الفعل المساعد أوكي وهيك نكون أنهينا تمام موضوع الجمل والأسئلة في هذا الفيديو تابعونا على قناة اليوتيوب وعملنا subscribe وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الريلزات اللي رح نعملها إن شاء الله خلال رحلتنا مع 2007 يكون فيه أسئلة خرافية رح نشوف مين القدع ومين البطلة اللي رح يجاوبوا عليها ويربحوا الحدايا إن شاء الله تمام كنت معك وانا كنت معك وانا مصطفى النمرات ملك جيش كينجلش أتمنى أنكم مستمتعين في هذه الدورة التأسيسية وإذا عجبتك أبعثها لصاحبك وإذا عجبتك أبعثيها لصاحبتك خليهم يستمتعوا في الإنجليزية الحقيقية يعطيكم ألف عفية ولا تنسوا الحسة القادمة رح يكون فيه شو في إشي من الخيال أزمنة الأفعال خلال فيديو تمام 12 زمن في فيديو واحد فقط تمام بسبع نقاط ومعادلتين ذهبيات رح نتعلم أزمنة الأفعال كلياتهم تفقنا أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر